على عربي بوست ديونها بلغت 400 مليون دولار الشركة الإسرائيلية المصممة لبرنامج التجسس بيغاسوس تفصل 15% من موظفيها اضطرت شركة NSO Group الإسرائيلية المصممة لبرنامج التجسس بيغاسوس لفصل 15% من عمالتها في تدابير قاسية اتخذتها من أجل تهديئة دائنينة تدين لهم بنحو 400 مليون دولار بينما تنتظر نهاية فضيحتها العالمية التي لا تزال تهدد بقاء الشركة بحسب ما نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية السبت الخامس من نوفمبر 22-2022 يشار إلى أنه تم حظر أعمال الشركة داخل الولايات المتحدة على خلفية المزاعم باستخدام الحكومة الأجنبية جاءت بيغاسوس في اختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والتجسس عليهم شركة الإسرائيلية اضطرت لفصل 15% من عمالتها كما رفعت أسعارها بنسبة 20% لوقف نزيف الأموال الذي كان متوقعا أن يبلغ عشرات الملايين من الدولارات خلال العام الجاري بحسب شخص مطلع على المسألة جاء تغيير الاستراتيجية بعد أشهر من انهيار صفقة البيع المحتملة لشركة الثري هيرس تيكنولوجيز المتخصصة في المقاولات الدفاعية وكانت الصفقة ستضمن العديد من منتجات المجموعة الأخرى بخلاف بيغاسوس إلى جانب إنهاء برنامج بيغاسوس تماما أو تحويله إلى تقنية دفاعية خالصة وفقا لمصدر آخر مطلع على المحادثات تهدف التدابير الجديدة إلى منح المجموعة فسحة للتنفس بعد انتهاكها لبعض شروط اتفاقيات الديون الخاصة بها وفقا للأشخاص المطلعين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم يناقشون المعلومات المالية الخاصة بالشركة ترجمة نانسي قنقر